شهد رالي دكار منعطفاً آخر اليوم حيث حرم حادث ملاحي سبستيان لوب من تحقيق ثلاثية من الانتصارات المتتالية لفريق البحرية ريد إكستريم أثناء محاولته زيادة الضغط على كارلوس ساينز وكان لوب قد انطلق مع ملاحي فابيان لوركين بسيارة برو دو لايف هانتر وخلال الثلاثة أربعة الأولى من المرحلة الثامنة التي يبلغ طولها 483 كم لتقدم أكثر من ثلاث دقائق على متصدر رالي سباينز ومع أن فوزه بالمرحلة الثالثة على التوالي كان يبدو في متناول اليد إلا أن بطل العالم للراليات تسع مرات قد أضع الوقت في محاولة للعثور على نقطة الطريق مما سمح للسويدي ماتياس إكستروم الحصول على المركز الثاني في حين عزز ساينز تفوقه ومع بقاء أربع مراحل صحراوية أخرى قبل نهاية يوم الجمعة في ينبع لا يزال أمام السباق طريقا طويلا وسيتطلع لوب إلى المنافسة في مرحلة الغد التي يبلغ طولها 417 كم من حائل إلى العولة ترجمة نانسي قنقر